وأنا أتساءل ما إذا كان هذا هو واقع الحال فعليا التغيير يتطلب وقتا والطريقة الوحيدة لتحقيق النتائج هو من خلال المشاركة والتفاعل في الحوار وليس من خلال النقد والشتم والضرب المطرقة على رؤوس الآخرين وليس بالتنمر في المدارس قالوا لي أنني غبي وأنني عديم الفائدة وأنني لا يمكنني أن أحق شيئا وتخيلوا ما الذي ستكون ردة الفعل إذا تحدثت لشخص بهذه الطريقة مثلا ماذا لو قلنا للشخص دعونا نتساعد حتى تحصل على علامات أفضل بالطبع الطالب سيحقق علامات أفضل أنا لست هنا لأعطيكم دروسا في الحياة ولكنني أريد أن أقول لكم أنه في عالم ظالم بشكل كبير جدا الكثير من المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية منها الاتحاد العالمي للتجارة وما إلى ذلك يقرون بالكثير من المعايير الدولية للعمل وتعتمد المعايير الأوروبية ولكن مثلا هل هي معايير هي فعليا المعايير الأوروبية للسلامة في مكان العمل فقط ولكن مع الأسف تقارير هذه المنظمات ليست لا تعكس الحال قبل عشر سنوات عندما تم إطلاق ربما هذه المعايير علينا أن نفكر بالنسبة للعشر سنوات القادمة مثلاً من 4-5 منتقل